المجلس الأعلى للمرأة من منطلق حرصها الكبير على تقديم كل ما يلزم لدعم الجهود الوطنية الموجهة لرفعة وتقدم نساء الوطن إبراز جهود الوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد الداعمين لتقدم المرأة البحرينية وتسجيع الوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني على زيادة نسبة تواجد وفعالية المرأة البحرينية في المؤسسة وتبوئها لمناصب ومواقع اتخاذ القرار جميعها أهداف استطاعت جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة لتقدم المرأة البحرينية في نسخها السابقة أن تحققها وبجدارة واستمرارا لما تحقق من نجاحات وإنجازات على صعيد تقدم المرأة أعلن المجلس الأعلى للمرأة عن النسخة السابعة من الجائزة حيث أشارت سعادة الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة إلى أن أهم ما تتميز به جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة لتقدم المرأة البحرينية هو حجم البناء المعرفي والخبرة المتخصصة والمكتسبة في توظيف الجائزة كأداة علمية ترصد التطور في الثقافة المؤسسية الداعمة لتقدم المرأة البحرينية في بيئة العمل بما يرفع من تنافسية أدائها وكفاءتها المهنية وبالرجوع إلى سهامات الجائزة وطنياً وفي سياق ما يرصده المجلس على المرأة من خلال شراكاته مع كافة سلطات الدولة أود أن أشير وباختصار لعدد من المؤشرات التي تلقي بعض الضوء على محصلة الجهود الوطنية لإدماج احتياجات المرأة في التنمية الشاملة للفترة الزمنية المواضحة على الشاشة فمثلاً ارتفعت نسبة توظيف المرأة في القطاع العام إلى 45% بزيادة تبلغ 15% وفي القطاع الخاص ارتفع ذات المؤشر من 23% إلى 37% تقدم مشاركة المرأة في المناصب القيادية في القطاع العام بنسبة 11% وفي القطاع الخاص بنسبة 8% وصول نسبة الترقيات الممنوحة للنساء العاملات في القطاع العام إلى 42% وفي القطاع الخاص إلى 26% بلغت نسبة المؤسسات التي راعت مبادئ إدماج احتياجات المرأة في الاستراتيجيات والنظم المؤسسية 37% في القطاع العام و20% في القطاع الخاص سعادة الدكتور عبد الرحمن جواهري الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين بابكو عضو لجنة الجائزة أوضح أن التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة سهل من عمل المؤسسة في تبني ثقافة وتطبيق ممارسات التوازن بين الجنسين لتصل المؤسسة لدرجة متقدمة من الدعم للمرأة العاملة وأنا جدا سعيد اليوم بالمشاركة في فعاليات بدء أعمال الدورة السابعة من جائزة سموها لتقدم المرأة البحرينية والتي نعتبرها من أكثر المبادرات النوعية والتي تمتاز بالقدرة والكفاءة من حيث دفت أهدافها ووضوح توجهاتها وحجم أثرها على أرض الواقع والذي كان لنا الشرف الفوز بالجائزة مرتين في شركة الخليج لصناعة البترو كيمويات هذا غير أضويتنا مع أخواني وأخواتي في لجنة الجائزة والتي تجتهد وتحرص على تفعيل دور الجائزة على الصعيد وتطوير الثقافة المؤسسية الداعمة لتقدم المرأة وبما يتوافق مع التواجهات الوطنية في مجال التوازن بين الجنسين في حين أكدت سعادة الدكتورة جواهر المضحكي رئيس جامعة البحرين وعضو لجنة الجائزة أن الجائزة أصبحت نهجا علميا مرموقا وموثوقا بعد أن راكمت الكثير من التجارب النوعية خلال دوراتها الست السابقة فيما أكدت سعادة السيدة أمنا الرميحي وكيل الاقتصاد الوطني بوزارة المالية والاقتصاد الوطني أن هذه الجائزة تعد أحد الأدوات لقياس مدى التزام المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني بتطبيق إدماج احتياجات المرأة في برامجها وخطتها وخلال الإعلان تم عرض فيلم توضيحي بشأن الفئات التي تمنح لهم الجائزة وهم فئة مؤسسات القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد من ذوي الاختصاص في مجال تقدم المرأة البحرينية إلى أن آخر موعد للتقدم للجائزة هو الأول من سبتمبر 2022 وذلك إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني ترجمة نانسي قنقر